السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايبي عاملين ايه معكم ايمان الانصاري النهاردة عملالكم فيديو بسيط جدا المشتريات من علاسوه دوت كوم منتجات للبشرة ياريت لو انت لسه جديدة في القناة ما تنسيش اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس ما تنسيش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد وتابع معايا الفيديو ده هاي يا حبايب قلبي ورجعتلكو تاني ويلا بينا نبتدي نشوف ايه اللي موجود في البوكس ده انا طبعا حابة قبل مبدأ خالص اقولكو على حاجة في فيديو فات انا في فيديو اللي فات اشتريت شوية منتجات كده للجهاز بتاعتي آلات للعناية بالبشرة كان فيه منهم جهاز الشفط اللي هو الدهون للأسف يا بنات الجهاز ده جالي بويز من على سوق دوتكوم بس طبعا يا حبايبي انا عملت له عملية ارجاع للشركة وطبعا ضفوا لي الفلوس بتاعته آآ على الحساب بتاعي بتاع سوق دوتكوم وجبت بداله المنتجات دي مرضتش ان انا اطلبه تاني علشان قفت انه يكون بويز او مش شغال تاني فارجع برضو وامل ارجاع وكده بس الصراحة الفلوس رجعتلي انا رجعت المنتج يعتبر مثلا النهاردة الفلوس اتحطتلي تاني يوم على طول في الحساب بتاعي ودي حاجة كنت قلقانة وخايفة منها آآ ان الفلوس بتاعتي ممكن ما ترجعش او ممكن تاخد فترة طويلة آآ علشان في ناس كتير كانوا بيقولوا الكلام ده بس الصراحة يا جماعة لا انا ات انا تعاملوا معاهم الفلوس بتاعتي رجعت آآ بسرعة والتاني يوم لقيتها محطوطة في الحساب عني تعالوا بقى نفتح ونشوف البوكس ده موجود في ايه بالصباح بايبي انا طلبت ثلاثة كريم هيمالايا للشعر انا الكريم ده جربته قبل كده يا بنات تحفة باذن الله هعمل لكم عليه فيديو مفصل واقول لكم انا ليه حبة الكريم ده انا جابة منه تلاتة لانه تحفة بجد للشعر بس هعمل لكم ان شاء الله فيديو هينزل قريب آآ على القناة آآ عندي ان شاء الله واقول لكم رأيي فيه آآ وهقول لكم طبعا رأيي في منتج تاني كريم هيمالايا بالبوريتين وهقول لكم رأيي ما بين الاتنين انهي الافضل فيهم جبت الواحد من دول يا بنات ب11 جنيه اه فعلا رخيص بس الصراحة تأثيره جميل جدا عالشعر فانا هعملكو فيديو مخصص ليه وكامل ليه آآ عن الكريم ده جبت منه تلاتة منتجات تلاتة علم آآ طلبت طبعا الثلاتة دول من لونة الليب بالم ده ده اصدار جديد لسه نازل من لونة بصوا يا بنات شكله عسول قوي انا كنت طالبة دي من عنده من نهاية تبقى نفس الشكل ده بس للأسف وصلتني الشكل القديم بس عادي مش مشكلة آآ الواحدة فيهم كاب 9 جنيه بنات آآ دي بنكهة الخوخ ودي بنكهة الورد آآ ده بيكون شكلها بنات هي ما بتعملش لون أصلا بس هي حلوة في الترطيب ورحتها كمان تحفة اللي بالخوخ طلبت واحدة لأختي واللاتنين دول طلبتهم ليه بصوا طلبت الأسيتون ده أو الموزيل المانيكير آآ طلبتهم من مركز اسمها بيور آآ حبيت الأسيتون ده قبل كده أنا استخدمته بس كان لون الأزرق كان حلو جدا برضو بس تستخدميه مع قطن لو استخدمتيه مع مناديل نعمة ستديني مش هيشي الحاجة بس لازم قطن آآ طلبت الاتنين دول آآ بناكهة الخوخ كان الواحد عامل آآ آآ تقريبا 11 جنيه آآ لا كان 9 جنيه الواحد كان عامل من دول 9 جنيه طلبت كريم الترطيب ده بالعسل أنا بحب ريحته جدا وحلو قوي في الترطيب في الشتاء لأن بشرتي بشت آآ الوجه عندي أوقات بتبقى آآ جفة من أماكن وكده يعني هي بتبقى ميلة شوية للجفة أو عادية آآ فعشان كده أنا حبيت إن أنا أجيب الكريم ده حلو قوي استراحة في الترطيب وحلو قوي جدا كمان للجسم لأنه فيه خلاصة العسل ودي حاجة كويسة بترطب جدا تمامي حبيب قلبي ديكات مشتراتي النهارده ياريت لو أنت لسه جديدة في القناة ما تنسيش اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس ما تنسيش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد وتابعوا معي إن شاء الله بقى الفيديوهات الجاية أشوفكم على خير إن شاء الله باي باي اشتركوا في القناة